اعتبر ناشطون ان اعتقال المدون ياسر جبوري يأتي ضمن منهاج القمع السياسي الذي تمارسه احزاب السلطة ضد المعارضين في البلاد واكدوا ان ما حدث مع جبوري هو وصمة تضاف الى جملة الاجراءات التعصفية التي تقوم بها السلطات تجاه الصحفيين والناشطين والمدونين حتى وصل الامر الى مراقبة الحوارات الخاصة للناشطين واشار الى ان اعتقال جبوري تعرض مع حقوق الانسان ومبادئ ديمقراطية التي يفترض ان يلتزم بها المنهاج الحكومي الذي وعد الشعب بتطبيقها مبينين ان السلطات تعتمد على مواد قانونية رجعية لا تناسب الحضر مثل المادة 266 من قانون العقوبات التي تنص على حبس من يقدم على انتقاد مؤسسات الدولة الرسمية وهذه المادة في اطفاضة لانها تحتمل تأويلات عديدة ترجمة نانسي قنقر